السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد و هنعمل بردو زي الفيديو اللي فات هنعمل توكتين في فيديو واحد هنحتاج التوكدي وهنبتدي نشتغل بأي خيوط عندك بقايا الخيوط ونبتدي نشتغل التوكا الجميلة وهنشتغل التوكا التانية هنشتغل مع بعض واحدة واحدة ونبدأ نعمل التوكتين يلا بينا نبدأ مع بعض ونبدأ مع بعض نجيب التوكا اي شكل انت تحبيه هندخل من جوه الفراغ التوكا ونسحب كده طبعا نسيب خيط هنا عشان تسبتي الشغل معك يبقى مظبوط حتى لو تشدت التوكا كذا مرة لا تبقاش يعني مش متينة وبعد كده هنبتدي ندخل ونعمل غراز حشو بالشكل ده كل غراز حشو لغاية ما نكمل كل الدايرة بتاعت التوكا هنكمل غراز حشو بالشكل ده هنغطي شكل هنكمل كل التوكا بالشكل ده ونقرر طبعا نغراز من بعضها قوي خلاص وبعد نشوف هنعمل الخطوة اللي جاية كملت كده الدايرة بتاعت هنغطي شكل هنغطي الابرة انا طبعا قصدت ان انا اعمل بابرة تخينة شوية عشان تديني الشكل ده خلاص لان مش كل الدايرة هتتدارة فعشان تبقى شكل السلاسل شكلها كده جميلة هرجع اشتغرب الابرة العادية بتاعتي هنجح لأول غرزة انا عملتها وهنغطي غرزة منزلقة هبتدي اعد مجموعة من السلاسل عشان اعمل اللي هو الجزء اللي هو الحلزوني عشان شكل التوكا هنبتدي نعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تلاتة اتنين 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 تلاتين 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 ت يقصر 50 غرز. 10 غرز. اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. وهزود ثلاث غرز. وهبتدي اشتغل الغرزة بتاعتها. 18 خطة عقد. اشتغل ثلاث غرز زيادة. طبعا اتقام حاجة بتكوني اعدى الغرز بتوعيك مزبوط عشان اه يديكي نفس الطول. تمام? اجي بتعملي مجموعة من الحلزون يدون بقلون متعددة او بلون واحد زي ما تحبي. انا هعمل معكم واحدة والتانية برضا هورها لكم ازاي هنعملها وبعدين هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. اجي الثلاث غرز اللي انا طلعتهم واحد نين تلاتة الغرزة الرابعة واحد نين تلاتة الغرزة الرابعة هدخل فيها واعمل تلاتة عمود بلفة. اجي اول عمود. تاني عمود. تالت عمود. هدخل في الغرزة اللي بعدها على طول. واعمل تلاتة عمود بلفة. في نفس الغرزة. الغرزة اللي بعدها عمود. اتنين. تلاتة. شايفين هتلاقيها بتميل معاكي وبتبقى بشكل حلزوني. هكمل كده معاك وكم غرزة عشان تشوفوا الشكل هيبقى عامل ازاي. ادي غرزة. اتنين. تلاتة. اللي بعدها وانتي شغالة هتلاقيها بتلف معاكي. غرزة. اتنين. تلاتة. شايفين اهو شايفين اللي بتلف معايا. وانا شغالة هي بتلف وبتعمل الشكل الحلزوني واحد. اتنين. تلاتة. يبقى في كل سلسلة بعمل تلات عواميد. في كل سلسلة بعمل تلات عواميد. هكمل لاخر المجموعة الغرز اللي هم الخمسين غرزة اللي انا اشتغلتهم. وارجع لكم تاني نعمل تاني واحدة بلون تاني. شايفين اهو انا شغالة هي بتلف الوحدة. من غير ما انا اعمل لها اي حاجة. هي هتلف الوحدة. خلاص هكمل باقي السلاسل بنفس الطريقة. في كل غرزة انا هعمل تلات غرز وارجع لكم تاني. كده كملت الخمسين غرزة بنفس الطريقة. تلات غرز في كل سلسلة. هاجي بعد كده هدخل في نفس الغرزة. واعمل غرزة منزلكة. وهشد اعمل غرزة تزبيت كده وهشد الخيط واطعه. كده ده اول لون معي. انت حابة تعمل التوكة كلها بلون واحد مافيش مشكلة. بس انا حابة اعملها بقلوان تانية عشان نستفيد من بقايا الخيوط اللي موجودة عندي. تمام? هاجيب اللون التاني. خلاص. هدخل في الغرزة اللي بعدها. وهبتدي. خلاص انا عملت عقدة تزبيت اهو. خلاص الخده كله ده انا هربطه مع بعضه. وهدخله جوه الشغل اللي انا عملاه عشان ما يبنش. هبتدي بقى اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خنسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 زي اللي عملتهم بالضبط وهرتفع تلات سلاسل وهتجي ادخل في كل سلسلة اعمل تلات غرز عمود تمام اجي اتنين اجي تلاتة والغرزة اللي بعدها هعمل تلات غرز عوامل هبتدي اشتغل بالطريقة دي تبقى مجموعة الوان لغاية ما تخلص التوكة معي هنشوف هنعمل مصطاها بس هنعمل تلاتة الوان نعمل اربع الوان حسب ما تحبي يعني ده يرجع لك انت انا هكمل كامل لون تاني وارجع لكم عشان نكمل التوكة مع بعض وبعد ما كملت التوكة بالشكل ده اهو عملت الالوان اللي انا حباها حسب ما تحبي بقى تدريج الالوان بقايا الخيوط اللي عندك زي ما تحبي او لون واحد مافيش مشكلة هنعمل بقى الوردة اللي هي هتبقى اه هنا هوان عشان نكمل شكل التوكة هنلف عقدة بداية وبعد كده هنرتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهندخل في اول غرزة ونعمل غرزة منزلقة بعد كده هرتفع سلسلتين وهالف ادخل في الفراغ بتاع الدايرة وهاخد معايا الخيط ده عشان اسبته ايدي كده تاني عمود لان السلسلتين بمقامة نص عمود بعد كده عملت نص عمود ده تالت نص عمود اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهاجي هنا في اول غرزة واعمل غرزة منزلقة هعمل غرزة كده واشد الخيط هقطعه واجيب اللون التاني اللي هعمل به للوردة خير دي كلها هنضفها وانا شغالة هعمل وردة باللون الابيض هدخل كنا في اول غرزة اول فراغ هنا كده اي فراغ منهم بس هندخل جنب الاولاني عشان اشيه الخيط ده معايا بالمر هاسحب الخيط كده وهعمل اول سلسلة اتنين دول هخليهم اول تلاتة تمام بعد كده هلف اعمل في نفس الفراغ هعمل هاخد بقى الخيط دي معايا كده ايدي اتنين اي اول عمود قصدي هادخل كده ايدي تاني عمود بلفتين وايدي تالت عمود بلفتين هعمل سلسلتين وهلف لفتين وادخل في نفس المكان واعمل عمود بلفتين لفتين وفي نفس المكان اعمل عمود بلفتين وبعد كده اعمل عمود بلفتين بقى انا كده عملت تلاتة عمود بلفتين تلاتة عمود بلفتين بينهم سلسلتين هعمل سلسلة اتنين تلاتة وهدخل في نفس الفراغ أعمل غرزة منزلقة تمام؟ هسيب بقى الخيوط دي عشان ما تلخميش وهدخل في الغرزة اللي بعدها وأعمل غرزة منزلقة هدخل في الغرزة اللي بعدها أعمل منزلقة وأرتفع سلسلة اتنين تلاتة وأبتجي أعمل نفس البتلة زيدي بالظبط هلف أدخل أعمل عمود بلفتين بعدين عمود بلفتين وبعدين عمود بلفتين هدي تلاتة عمود بلفتين بعد كده هرتفع سلسلتين وهلف أدخل في نفس الغرزة وأعمل تلاتة عمود بلفتين وبعد كده هعمل تلاتة سلاسل هدخل في نفس الغرزة وأعمل غرزة منزلقة هدخل في الغرزة اللي بعدها وأعمل منزلقة واللي بعدها منزلقة وأرتفع تلاتة سلاسل وأعمل البتلة الثالثة هكمل ثلاث بتلاتة تاني وأرجع لكم تاني خلصت الوردة أهيه وجدت الخيط أتنزلته كده بالراحل غاية موصلته للنص وعملت إبرت إبرت تنظيفة أو إبر عادية حسب الخيط اللي أنت شغالة به وهجيب أي خرزة كده وأحطها دي برضو ترجع لك أنت عايزها أو تعملي أي شكل تاني برضو دي حاجة ترجع لك تمامه أهو بسبتها كده وأجيب التوكا بتاعتنا وهنحطها كده بالشكل ده هنسبتها بقبل الخياطة هرجع أنا خيطة هنا تحت تمامه أو ممكن تلزقيها لو أنت مش عارفة تخيطي ما فيش مشكلة حسب ما تحب وكده تبقى خلصت معنا التوكا النهاردة يارب تكون عجبتكم وهنبدأ في بقى الفيديو نبدأ نعمل الموديل الثاني اللي هو ده هنعمل الموديل ده مع بعض في نفس الفيديو عشان يبقى دوكتين في نفس الفيديو يلا بينا نبدأ التوكا التانية هنبدأ مع بعض هنجيب التوكا بتاعتنا كده ونحط الخيط ونسحب أول حاجة نعمل عقد التثبيت هناخد معنا الخيط بتاع البداية خلوه طويل شوية عشان تخديه في وسط التوكا عشان ما يفكش معاك الشغل ويبقى الشغل متين أول حاجة هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهالف وادخل في الفراغ بتاع التوكا واطلع اعمل عمود بعد كده هعد اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع وادخل اعمل عمود واحد اتنين تلاتة اربع واللف ونعمل عمود الطريقة بتاعتها سهلة وجميلة بكل شوية بقى بنشد بقى التوكا كده عشان نقرب الغرز من بعضها عشان طبعا الغرزة كل ما رابط من بعدها كل ما ادينا الشكل الحلو بتاع التوكا بنكتر الغرز على قد ما نقدر تمام هنعد واحد اتنين تلاتة اربع وهنلف ونعمل عمود هنبتدي نشتغل كده لغاية اخر السطر اربع غرز ونعمل عمود حبة تعمليها اكتر من كده عملي خمس غرز مفيش مشكلة لو انت حبها تبقى دي عارضة شوية او اشتغري بخيط تخين كل ما كان الخيط تخين كل ما اداكي الشكل اللي هنا دون شكله هي بقى حلو اتنين تلاتة اربعة هنكمل بنفس الطريقة انا كنت اعمل لكم في الفيديوهات اللي فاتت طرق تانية للتوكدي برضو ازاي نعمل عليها اشكال تانية عملنا فيديو في طريقتين ودي الطريقة التالتة طبعا انا في كل فيديو بقول لكم ان انا هنزل اللينك عشان اشوف شغلكم تكتبوا اسمكم على الصور بتاعت شغلكم اللي تعلمتوا معي عشان اعمل له فيديو بس انا ساعات والله بنسى ان انا احط اللينك في صندوق الوصف فانتو اللي حابب ان هو يبعث لي الصور بتاعت الصور الشغل اللي انتو عاملينه قولولي في التعليقات وانا هبعث اللينك انا باخد بالي من التعليقات انا تقريبا كل شوية بدخل على الفيديوهات وبشوف يعني في تعليقات عايزي ترد عليها الحمد لله ما بسيبش اي تعليق من غير ما رد عليه وطبعا شكرا جدا جدا للناس اللي هي بتعلق على الفيديوهات على طول سواء بالاجابي او بالسلبي السلبي طبعا عشان ان احنا يعني واحد يعدل من الشغل من الكاميرا مش محتوطة كويس الصوت مش واضح الصوت مش مفهوم يعني كل دول انا يعني بحترمكم جدا انه كنتوا بتشاهدوني وانه كنتوا بتشجعوني واتمنى ان القناة تكبر بكم وليكم فربنا يسهل ان شاء الله وتكبر ان شاء الله وعايزاكم تقولوا لي تعليقاتكم يعني عايزين نعمل ايه في الفترة اللي جاية انا طبعا ما حضر لكم فيديوهات تاني وزي ما انتم لاحظين انا بقالي فترة الحمد لله في فضل ربنا كل يوم الساعة 12 بالليل بتوقيت مصر طبعا بنزل فيديو فربنا كده يدعولي كده ربنا يديني الصحة وقدر استمر بالوضع ده انا محضرة مجموعة فيديوهات كبيرة فان شاء الله يعني تنزل كلها كل يوم الساعة 12 اتمنى شوف تعليقاتكم وتطبيقاتكم للشغل اللي احنا بنعمله مع بعض ولو حابين ان كنتوا تنزلوا على الجروب برضو ابعتولي واقول لكم الجروب نزلوا عليه شغلكم وربنا يرزق الجميع حتى لو شغل انتم ما تعلمتوش من معايا هنا على القناة من اي مكان او حد عايز يسوى الحمد لله في الجروب في عدد كويس من الناس ادخلوا وعملوا اعلانات وورونا شغلكم وربنا يوفق الجميع هكمل بقى بقيت التوكة بنفس الطريقة وارجع لكم تاني نشوف نشوف شكلها بقى اعمل ازاي في الاخر كملت بقيت التوكة بنفس الطريقة طبع انت لو عايزت تعمليها تبقى يعني اعرض من كده شوية تشتغلي بخط خين او بدل ما بنعمل اربع سلاسل اعملي خمسة اعملي ستة زي ما تحبي بتبقى بالعرض اللي انت حبا اخر غرزة هنا انت لو تفتكروا احنا عملنا سبع غرز هنا فهنعدة واحد اتنين تلاتة في التالتة هندخل هنا هوا كده تمام ونعمل غرزة منزلقة عشان نقفل الشغل بتاعنا تمام وهنشد كده ونقطع الخيط ونبتدي ندار الخيط في وسط الشغل وبكده تبقى خلصت معانا التوكة بتاعتنا شايفين اهي جميلة وشكلها حلو خالص في الشعر هتبقى جميلة كمان مستنى تعليقاتكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش ابعتوا لي سور التطبيقات بتاعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة